ليلة واحدة من الحرائق كانت كافية لتجعل هذه الغابات رماداً بمدينة الأربعاء نثراث في ولاية تيزيوزو شرق الجزائر يقودنا رشيد إلى شرفة منزله لنعاين حجم الخسائر السنة لها بأحاطت بالمنزل وتسببت في تدمير محل لبيع مواد الترصيص يقع فوق المنزل جاءت ألسنة اللهب من الأسفل طولها عدة أمتار حصرت المنزل وأتلفت كل عتاد المحل قرى مدينة الأربعاء نثراث أضحت أطلالاً وحجم الخسائر البشرية أذهل السكان في عمري 58 سنة لم أرى مثل هذا الحريق من قبل إنها المرة الأولى حسبنا الله إنها كارثة منطقة القبائل تحترق حصيلة الوفيات بلغت العشرات بينهم مدنيون وعسكريون وهي مرشحة للزيادة شفنا ناس تموت في وسط النار ومقدرنا نديره ولو والنار كليتهم وحاصرتهم وقع في ديارهم وكاين بزاف موت أسويتهم إننا في العربعاء نثراثاً إننا في العربعاء نثراثاً إننا في العربعاء نثراثاً المسبوقة في تاريخ الولاية حسن جزيري قناة الغد تيزيوزو الجزائر موسيقى 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 اشتركوا في القناة